اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن ازاي نبتدي نعمل بروموشن لأي بوست عندنا على صفحة الفيسبوك هنتعلم بقى في المحاضرة دي ازاي نحل الكامبين اللي احنا عملناها للبوست اللي احنا عايزينه في صفحة الفيسبوك وبعد كده هنبتدي نشوف الريبورتات ديت شكلها ازاي وبرضو هنشوف ازاي نقدر نقدمها للعميد زي ما انتو شايفين دي كامبينز انا كنت عملها قبل كده الكمبين ديت كان عن افكار تسويقية بشكل جديد ومختلف والكمبين ديت يعني حصلت على اربعة تلاف تلتمية تسعة واربعين بوست انججيمنت يعني حوالي اربعة تلاف تلتمية تسعة واربعين واحد تفاعل مع البوست اللي انا كنت عمله اعلان والتكلفة بتاعة البوست انججيمنت كانت سفر تاني هنقول هي فعليا مش سفر بس هي حوالي واحد من مية هو بيحسابها سفر لان هي عدت الواحد من عشرة سنت وده بيرجع لايه ده بيرجع لان الريليفانس سكور كان عالي جدا وهنشوف ازاي شوف انا حصلت على اربعة تلتمية تسعة واربعين بوست انججيمنت باربعة دولار تسعة وثلاثين سنت والبوست بتاعي الاعلان بتاعي وصل الى اتنين وعشرين الف واحد متين اتنين وعشرين طيب نخش جوا الكمبين دي عشان نشوف الدنيا اكتر انا كنت عامل تلاتة اد ست وكان كل اد ست جواه اعلان واحد اللي هو بوست واحد وكان البوست كالاتي هو كان اسمه افكار تسوقية مبدعة وكاتف اخر الايه الاستثمانت بتاعي لايك لو اول مرة تشوفه وده اللي انا كنت بكلمكم عليه ان انت تكتب جملة تشجيعية اسمها call to action ان انت بتشجع الناس انها تعمل اكشن معين تجاه البوست اللي انت بتعمله والجملة دي كل ما تبقى يعني مشجعة اكتر وتبقى relevance يعني مرتبطة مع المنتج اللي انت عامله بتشجع الناس اكتر ان هي تتفاعل مع البوست تمام؟ طيب تيجي نحلل كده الريبورت من هنا يعني بنظرة سريعة وبعد كده نخش على الريبورتات من جوه لو مسكنا مثلا الايه الاد ست دوت الاد ست ده كان تفاعل معي حوالي 1167 واحد وكان برضو ال cost per engagement كانت 0 ووصل ل 5082 واحد وفريكوانسي بتاعه كان واحد وواحد من 10 وكليكات خط حوالي 1221 كليك وكليك سروريت اللي هو CTR كان حوالي 23% الريفنسي سكور بقى لو بقى الصيته دلوقتي عليه هتلاقوه 10 من 10 وده السر ان خلى cost per engagement كان 0 وبالتالي انا وصلت لريزلت ان البوست engagement تتفاعل مع البوست بتاعي 1167 واحد بكام ب2 دولار و3 سنت وكنت عامل الماكسيمم بد للإنجاجمنت بتاعي ب11 طب تعالوا نشوفوا الريبرتات من هنا البوست ده ايه اللي حصل له البوست ده الناس شافت الصورة يعني ضغطت على الصورة كده وشافتها كم مرة؟ 1112 مرة وهنا كم واحد عمل لايك للصورة دي؟ 49 واحد عمل لايك للبوست بتاعي هنا هو والبيتج لايك بتاعتي اه جابت كم لايك يعني البيتج بتاعتي جالها كم لايك من خلال الاعلان بتاع البوست ده حاجة مهمة جدا لازم تحطها في دماغك ان انت وارد جدا يجيلك لايكات للصفحة بتاعتك من خلال الترويج لبوست معين دي حاجة لازم تحطها في الحسبان عشان لما تيجي تحاسب العميل على الانجاجمنت البيتج لايك من ضمن الانجاجمنت كل ده داخل في القصة بتاعتك. طيب اه في حاجة اسمها ازر اكشن ديت مسلا حد ممكن يكون داس مسلا على الموقع هنا هو داس على الهاشتاج دي اسمها ايه ازر اكشن. طيب هنا مقسمها لك الكليكات والسيتش او ار بتاعك والامبريشن والريليفانس سكور عشرة من عشرة. ويعني الدنيا متقسمة زي الفول. تمام? هنا ده بقيت ريبورت سريع يعني للجراف بتاعك عشان لو كنت بكمل كامبين الشهر مسلا واحدة هتبتدي تعرف كامبين فيها صعود ولا هبوط ولا يعني ايه بالزبط. وده هنا برضو نفس الاركام المهمة ايه بتاعك وفريقونسي وانت صرفت كم يعني دي ايه نظرة سريعة عن التقرير اهم من النقط اللي انت محتاجها في التقرير بتاعك وانت شغال على كامبين وهي شغالة يعني ده مش الريبورت الفاينل. تمتعلم بص انا كنت شغال ازاي وايه بتاعتي في الحملة دي. السيتنج بتاعتي في الحملة دي كتاك الاتي. انا كنت عامل بودجت بتاعتي خمسة دولار في اليوم. تمام? وكنت شغال بنظام البوست انججمينت. انا الصراحة كنت عامل اتنين كامبين واحدة كنت مشغلها ببوست انججمينت واحدة كنت شغالها بكليك. ولقيت ان هي البوست انججمينت جابتلي نتيجة ممتازة. واحت موقف في التانية وخليت دي تكامل معايا. وكنت محدد لها ان هي تشتغل بواحد سنت. طب تعال نشوف التارجد بتاعنا. التارجد بتاعنا انا كنت مستهدف مين مصر كلها. وكنت مستهدف يعني ساعتها كان مكانش الابشن اللي موجود دوت لسه ما نزل. فكنت شغال بـ everyone in this location. ومستهدف اللي هما من سنة 23 سنة لـ 65. وكل الناس. وكنت مستهدف الناس اللي مهتمية في الـ interesting liberal marketing. ومستهدف الـ behavior ان هما اصحاب اه شركات ومصانع واصحاب اعمال اسمهم small business owners. وكنت عامل ري ماركتنج لكل الناس اللي عندي في الصفحة والناس الغريبة. وكنت ظاهر اه الاعلام بتاعي لكل الـ news feed عندي. ما كنتش عامل الـ split test الصراحة. كنت عامل الـ mobile والـ desktop و write column. الـ split test يعني تبتدي تعمله لو انت بقى شغاله على ايه campaign بقى كبيرة و budget كبيرة. وعايز بالزبط تبقى ايه محدد. تمام? بس طبعا يفضل انت تعمله يعني ما تكسلش زي ما انا عامل يعني انا هنا كسل يعني. بس دي كانت الـ setting بتاعتي. طب احنا عايزين نشوف الـ report بتاع الاعلان ده من جوه الـ reportات نفسه. بتعمل ايه? بدلا ما تدوس على reports. وبعد كده تبتدي تخش تدور على campaign وبعد كده تدور على الاعلان. تدوس على view report. لما تدوس على view report. هيفتح لك الـ report بتاع ايه? الـ ad set اللي موجودة عندك. الاعلانات اللي موجودة جوه الـ ad set دوت. يعني احنا دلوقتي الاعلان ده فيه يعني الـ ad set دوت كان ايه? فيه كم اعلان? فيه اعلان واحد هو افكار تسوقية وانا مسميه owners. تمام? جوه انهي ad set جوه الـ افكار تسوقية post engagement. اه سوري جوه الـ campaign بتاعت افكار تسوقية post engagement. وجوه الـ ad set اللي اسمها eg23 owners. يبقى الاعلان دوت جوه الـ ad set اللي اسمه eg23 owners. جوه campaign اللي اسمها افكار تسوقية. انت عشان دست فيه report ففتح لك اوتوماتيك الايه? الاعلان اللي موجود في الـ ad set اللي اسمه eg23 owners اللي احنا كنا بنتكلم عنه. يعني انا ورجعت كده اهو احنا كنا قفين هنا اهو eg23 owners. وهو فتح لي اوتوماتيك الـ report بتاع الاعلان اللي احنا عملناه. هو مقسمه لك هنا لثلاث ايام. ليه? لان الـ campaign بتاعتي كانت شغالة على كذا اه كذا مرة يعني. انا وقفت وكملت ووقفت وكملت. وهو هنا التاريخ. الـ campaign انتهت امتى وانتهت امتى. هنا طبعا الـ newsfeed هو انا كنت اشغال في كله. اه ما كنتش محدد display test. وهنا بقى reaching وfrequency وimpression وclick وكل الليلة اللطيفة دي. بس دي بتبقى تحليلات ليك انت. تمام? عايز دلوقتي مثلا تعرف انا كنت اعمل الـ campaign دي كلها لمستوى مصر كلها. عايز تبتدي تعرف مثلا الـ campaign دي جايت لك من انهي حتة في اه في مصر يعني. في انهي محافظة. تمام? لو دوسنا على region هتلاقي هنا اه مقسمها لك. على region هنا هتلاقي هنا دي محافظة المينيا. دي محافظة القاهرة. دي محافظة الاليوبية. دي محافظة الشرقية ودي السويس واسوان. هتبتدي يقول لك كل محافظة جات لك منها وقات لك منها لايكس. ويعني مفيش احلى من كده. احنا لو جينا دوسنا على country مش هتظهر لنا حاجة لان احنا مستهدفين مصر هتلاقي كلها اي جي مصر. لكن احنا عايزين لو انت عامل على مستوى المحافظات تبتدي تدوس على region وهيزهر لك كل المحافظات اللي انت اه تفعلت مع الاعلان بتاعك. دي في حالة لو انت العامل عايز يعرف او انت عايز تعمله دراسة انهي sales وانهي conversion وانهي تفاعل جي من اكتر محافظة وتبتدي بعد كده بقى تحلل ال data دي وتزود بتاعك والbudget بتاعتك للمحافظات اللي هي بيجي لك منها sales اكتر. طب دي ليه بنحللها انت بتحللها عشان تزود كفاءة الايه campaign بتاعتك. بس في الاخر العامل مش هيشوف كل الكلام ده. انت عايز دوله final report. اه لطيف كده وسهل عشان يبقى فاهم الدنيا. هنعمل ايه? هنيجي جوة campaign ندوس عليها ونيجي على add set. هندوس على view report. هو عايز يشوف نتيجة ال campaign كلها. تمام? فهي لما تدوس على view report هو هيفتح لك ال report الخاص بال campaign كلها. اه سواء كان فيها بقى ايه عشرة add set 20 واحدة مش فرقة معايا. هو هيفتح لك ال report بتاع campaign كلها اللي اسمها افكار تسويقية post engagement. تمام? فهو هنا هتلاقيه مسامي لك ال add set. حسب ما احنا كنا مسامينها. احنا كنا فيها اتنين add set اه فعالة. هو طبعا هنحط لك قدية. بس احنا هم اللي فعالين كانت تلاقي اسمها owners و ايه و 23 plus. تمام? ادي owners و 23 plus. وهدي كل data بتاعتنا. طيب نبتدي نعمل ايه عشان نبدي العميل التقرير بتاعه. وهنيجي هنا برضو على customize. ونمسح الحاجة اللي احنا مش عايزينه. تمام? ايه اللي احنا مش عايزينه? احنا مش عايزينه. ممكن تسيب اللي هي people take action. دي بتبقى مهمة قوي في ال reportات اللي هي خاصة بالpromotion للبوستات. ما بتبقاش مهمة قوي في ال page. ليه? لان people taking action هو بيحسب لك كل الناس اللي تفاعلت مع البوست بتاعك. سواء عملت لايك دست عالصورة دست عاللينك فهو عايز يعرف ايه التكلفة دي تصرفت ازاي? فبيبول take action ديت يجب لك النتيجة كلية التوطل اكشن الوضع ممكن ان نسيب الـ CBC عندما تعمل بـ CBC بـ CBC نسيب الوضع يونيك سلور ريت CTR ممكن ان نسيب الوضع لان قد لا فرق معي الوضع ليس مشكلة الوضعار عالية موضع الوضع فريقونسي الي نسى و تمام كده. ممكن نضيف ايه بقى? باجي انجاجمنت. ندوس على كلمة انجاجمنت كده هتفتح لك الحاجات الخاصة بانجاجمنت. هنختار بقى ايه? باجي لايكس. وباجي انجاجمنت. وبوست انجاجمنت. وممكن بوست كومنت وبوست شير وبوست لايك. وبوست فيوز. و ايه تاني? بس كده. لطيف او كده. وتبتدي بقى ايه? ترتب بقى ايه الريفورت بتاعك. انت عايز ايه اول حاجة? احنا طبعا بنعمل كامبين لبوست. بس جلنا اعملناها لايكس. لازم تحط ايه الكلام ده في حزباني. بقى اجيب البيتج لايكس كده. ممكن تبقى بعد الاد ست. عشان ما حصلش لاغبطة. وبعد كده هوا تبتدي تجيب. ممكن ننسح البيتج انجاجمنت. ما حاش لازم. نجيب البوست انجاجمنت. بعد بيجي لايكس. وبعد كده نجيب البوست كومنت. وبوست لايكس. وبعد كده نجيب البوست شير. وبعد كده ريتشنج امبريشن وكليك والاماونت سبنت. ممكن نشيل الكوست سي بي سي دي ملهاش لازمه. بس كده زي الفل. ودوس ابلغ. ده كده الفاينل ريبورت اللي العميل المفروض يشوفه. في ايه بقى فاينل ريبورت ده. في البيتج لايكس. عددها قد ايه كان تسعة واربعين. البوست انجاجمنت. جلنا كم بوست انجاجمنت. يعني الناس تفعلت معاك 4249. جلنا كم كومنت. ثلاث كومنتات. جلنا 164 لايك للبوست. جلنا 16 واحد شيروا بوست بتاعي. الصور بتاعت البوست بتاعتي شافها 4166 واحد. والاعلام بتاعنا وصل ل 2222. والاعلام بتاعنا ظهر حوالي اتنين وعشرين الف متين اتنين وعشرين. حصل لي كم ككلكايا حصل ل 4556. طبعا انت لنات حسفش على الككلية احنا شغلنا ببج انجاجمنت. آآ بيبول تكينك اكشن زي ما احنا شوفنا كده. اربعتلاف آآ تلتمية واثناشر. آآض سبنت. тотال اللي احنا صرفناه كان اربعة دولار تسعة وتلاتين سنت. انت بتعمل بقى سناب شوت كده لطيفة لكل الكلام ده. وبتبتدي زي ما احنا قلت بسẽ اكشنة قلنا. تصور البوست بتاعك قبل ما تبتدي تعمل الاعلان. وبعد ما خلصت الاعلان تروح واخد برضو سناب شوت تاني. وتروح واخد الريبورت اللطيف ده. يبقى انت كده عندك ثلاثة سناب شوت قبل ما تعمل الاعلان للبوست وبعد ما تعمل اعلان للبوست. وبعد كده تصور الريبورت دوت تعمله سناب شوت. وتروح بعائطهم كده للعميل. وتفهموا ايه الدنيا ماشي ازاي. ده في حالة ان انت كنت شغلت بالستراتيج. ازا ما احنا قلنا اللي فيها نسبة انت بتاخد نسبة لكن لو شغال ان انت بتعمل campaign بال package يبقى ما تحطش ال amount spent وما تحطش cost per engagement ولا cost per click. انت بتطيله يعني انت خلاص النتيجة بتاعت ال report بتاع ال campaign اللي انت عملها وخلاص. بس احنا كده نكون بكده عملنا مقدمة حلوة ولطيفة عن الاعلانات في البوست وتقدر تعمل اي اي campaign لاي post عندك سواء كان اه صور فيديو اي حاجة كل نفس خطوات بس في الجزء اللي جاي بقى هنركز ازاي نبتدي نعمل campaign اه لpost link على الweb site ونبتدي بقى نشتغل بالconvergence والclickات وايه الفرق ونسطب الconvergence ده ازاي الكود بتاعنا على الا 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 الweb site بتاعنا وايه يعني هالموضوع كده داخل في ايه في الجد شوية يعني فياريت تكونوا لحد دلوقتي لو لسه ما طبقتوش اي حاجة من اللي احنا شغالين فيها دلوقتي يبقى توقف دلوقتي الكورس تروح تطبق اللي احنا عملناه عشان الدنيا ما تخلش في بعضها تمام اشوفكم على خير وذكروا ما كسلوش وطبقوا كل اللي انتو بتشوفوه